وتدرك الدولة المصرية تماماً أن الإنسان المصري يأتي في القلب من منظومة التنمية الشاملة التي تحرس على تنفيذها إعلاء لكرامته وضماناً لحقوقه وحرياته ولقد عكست منظومة حقوق الإنسان مؤخراً في مصر تطوراً جلياً اتصالاً بما يتضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات العامة وما لذلك من انحكاسات على تحديث التشريعات ذات السلة ولعلى الاستراجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ أيام بناءً على تشاور المجتمعي وبمساهمة المجتمع المدني هي خير دليل على المقترب الشامل والبناء الذي تنتجه بلادي لذاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان السيد الرئيس لقد جاء انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام ليكلل مسيرة متواصلة من الإسهام المصري الفاعل لتعزيز وتفعيل هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ إنشائه عام 2005 كما يجسد ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة الجود الأممية في هذا الشعب على ضوء إحرازها المرتبة السابعة بين الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية رجالاً ونساءً في عمليات حفظ السلام الأممية ترجمة نانسي قنقر